موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها تقرير انستجرام يمتلك الآن 800 مليون مستخدم نشاط جاء في تفاصيل الخبر أعلنت خدمة مشاركة الصور انستجرام المملكة لفيسبوك امتلاكها أكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهريا إذ حصل التطبيق على أكثر من 100 مليون مستخدم جديد للتطبيق خلال آخر شهر فقط من الإمارات اليوم مشاهدين اخترنا لكم محللون جوجل تستعد لمبعد الهواتف الذكية بجيش ابداعي أثار الإعلان عن صفقة استحواذ شركة جوجل على 2000 مهندس من شركة HTC التايوانية مقابل مليار و100 مليون دولار تساؤلات عن سر هذه الصفقة لكون الإعلان عنها جاء في توقيت يسبق بأيام قليلة موعد إطلاق قرز الجديدة من هواتف بيكسل واخترنا لكم من صحيفة الأيام البحرانية أمازون تتخذ البحرين مقرا إقليميا للحوسبة السحابية كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن شركة أمازون الأمريكية ستفتتح أول مكتب للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط بالمملكة وأن المكتب الإقليمي سيقدم خدمات الدعم للشركات ورواد الأعمال في الصحة نقرأ مشاهدين من صحيفة الشرق الأوسط العلماء يطورون علاجا خارقا يقضي على الأيدز نجح علماء في تطوير نوع جديد من الأجسام المضادة قادرة على مهاجمة 99% من سلالات الفيروس المسبب لمرض نقص المناع المكتسبة الأيدز وتم تصميم المضادات الجديدة لتهاجم ثلاثة أجساء حساسة في الفيروس ما يصاعب على الأيدز المضي قدما في تأثير على جسم الإنسان ختاما مشاهدين من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم إبرة ذكية تسهل العمليات الجراحية ابتكر باحثون بجامعة أيدي لايد الأسترالية مسبار تصوير دقيق الحجم يضم إبرة تشريحية ذكية تسمح للأطباء برؤية الشعيرات الدموية المهددة بالخطر أثناء عملية الوغز ما يسمح لهم بتجنب حدوث أي نزيف قد يودي بحياة المريض أثناء الجراحة ترجمة نانسي قنقر